اهلا بكم في فيديو جديد على قناة فكرة اتنين وسبعين. بعد ما نزلت الفيديو ده على القناة واللي اتكلمت فيه على موقع شرط جامبو بتاع اختصار الرابط. وقلت في الفيديو ده اللي هو الموقع ده نصاب. فلاقيت في التعليقات بتاعت الفيديو ده علي بيقول لي فيه كلم الواتساب بتاعهم اكيد فيه مشكلة. ولقيت الموقع بتاع شرط جامبو اقراء بتاعتهم اللي على اليوتيوب. لقيتها دخلت وابعتتلي بتولي صفحة الفيسبوك اللي انا كلمتهم ده كانت صفحة مسؤولة عن اندعاية بتاعت الموقع. مش الدعم الفني. يعني لو عندك اي مشكلة تقدر تكلمهم على الواتساب مش صفحة الفيسبوك. فكل اللي انا عملته دلوقتي اللي انا اكلمتهم على الواتساب او بعتلهم على الواتساب. وبرضو بعتلهم على الماسينجر كل اتنين. ولكن انا بقول لك اهو لو انت عندك مشكلة ابقى اكلمهم على الواتساب. هسيب لكم الرقم بتاعهم. لا في الوصف او في اول تعليق. وهسيبه لكم عموما على الشاشة هنا. عنشان لو عندك مشكلة. وده كان ردهم على ايه على المسنجر? بيقول لك انت الزيارات اللي انت بتجيبها على راوة المختصرة بتاعتك. كانت بتيجي زمان من على اليوتيوب فكان الامر طبيعي. والدفعات بتاعتك ما كانتش بتتكنسل. بس دلوقتي انا الروابط او الزيارات بتاعتي بقى بتيجي من الموقع ده. اللي هو الموقع اللي انتو شايفينه فوق ده. فهم كانوا عايزين يعرفوا اي هو الموقع ده علشان لو كده هيرجعوا يدفعوا تاني الدفعة اللي هم كانسلوها. فانا بعتلهم لا لا اده موقع ده اسم موقع اموالي. وده عبارة عن مقالات بتنزل. وبحط فيها عادي الرابط المختصر. فليتهم بيقول لا اكلمنا احسن على الواتساب. عشان يوضح لنا حاجة. وزي انتم ما شايفين هو ده كده ده رقم الواتساب بتاعهم. فانت دلوقتي كل واحد الدفعة بتاعته فيها مشكلة او هو بيواجه اي مشكلة في الموقع. ما يكلمنيش انا يخش يكلم الرقم ده على الواتساب. وبرضو ما يبعت لهمش ع صفحة الفيسبوك بتاعتهم. خش يكلم الرقم ده. فبمدها البساطة لما بعتلهم على الرقم ده على الواتساب. فقالولي اللي انت الموقع بتاع اموالي ده اللي بيجي منه الزيارات بتاعتك هو حاطة اعلانات جوجل ادسينت. فلما الزائر يعد على الاول على موقع اموالي وبعد كده يروف لهم هما. فكده الاعلانات بتاعت موقع شرطة جنبل هم موقع ده مش هيستفادوا منه. طب ايه الحل? الحل هو اللي احنا او انا بستخدمش موقع اموالي ده تاني علشان اجيب منه زيارات. يعني كانت هي دين مشكلة باختصار. وخلينا دلوقتي نخش على الداشبورد بتاعت الموقع. ومن داشبورد الموقع حقلينا نشوف العملية اللي ترفضت. انظامها. خش على الوزدروة او الصحابات. وبالمناسبة برضو تقدر تدوس هنا وعشان تكلمهم على الواتساب. ده لو عندك مشكلة. عندك مشكلة في الدفعات. الناس الكتير اللي بيقولوا الموقع مش بيدفع. زي الاستاذ ده. وغيرهم كتير. وبرضو الناس بيقولوا الموقع مش بيدفع. وزي ده. زي الاستاذ احمد. خشوا كلموهوا مع على الدعم بتاعهم على الواتساب. علشان تفهم انت ليه مشكلتك او ليه فلوسك. مش رادية تتحول لك. فعن نفس لما دخلت تكلمتهم على الواتساب. قالوا لي انت مكايت مشكلتك في موقع اموالي. وخلينا دلوقت نشوف هرجعونا الفلوس ولا لا? وبرضو بالمرة نعمل عملية صحب. وده كده الحساب بتاع زي انتو ما شايفين ولسه عملية الصحب اللي انا عملتها. لسه موجود تم الالغاة. هشوف هيحضروا المشكلة دي ولا لا? وزي انتو كما شايفين الفلوس رجعت تاني لحسابنا هنا فوق بقى التلاتة دولار. والفلوس رجعت. فخلينا الوقت نجرب الموقع ونسحب التلاتة دولار. ونشوف هيوصلوا ولا لا? كل اللي احنا هنعمله هندوس هنا طلب الصحب. ونحدد المبلغ اللي احنا هنسحبه. وبعد كده ندوس على كلمة طلب الصحب. زي انتو ما شايفين كده الفلوس اتخصمت من الحساب. وهي دلوقتي بتتراجع. وهنشوف هتوصل ولا لا? او الحالة بتاع القيد الانتصار ده تتغير وتبقى ايه? زي انتو ما شايفين كده الفيديو ده متصور على كزا جزء. كل كما يحصل حاجة في الحساب او يكون فيه اخبار جديدة كنت بساجة. واخر حاجة وصلنا لها اللي هو عملنا اثبات الصحب. بس حاجة ببتكلم كده في كام نقطة وهي اولها. لو كان الموقع ده نصاب بمعنى اللي هو مش هيدفع او ما بيدفعش لاي شخص. اه بمنطقة البساطة ما كانش فكان بمنطقة البساطة ما كانش هيكل للمني في كومنتات الفيديو اللي فات. ويقول اللي الموقع لسه نفس الوقت لسه دعم بيرد. يعني اي موقع لو كان نصب او خلاص ما بقاش هيدفع. ما كانش الدعم بتاعه لسه بيرد على الناس. فانا ليه دلوقتي بنزل الفيديو ده عشان حتى الان الموقع مش نصاب. وبالنسبة لاي حد دفعته متعلقة دفعته ما وصلتش او دفعته اتلغالها الدفع. بتقدر زي ما قلت اتكلمهم عن رقم بتاع الواتساب اللي انتو شفته في الفيديو. وتعرف ايه سبب منع تحويل الفلوس ليه. بس انا بمنطقة البساطة لما سألتهم طب ليه اغلب المتابعين او التعليقات بتاعتي. ليه بتقول اللي الموقع ما بقاش يدفع عشان هو رد علي او الدعم بتاع الموقع رده وقال ليه اللي اغلب الناس دي بيجيبوا الزيارات بتاعتهم بطريقة غير شرعية. فخلي بالك وركز في الطريقة اللي انت بتجيب منها الزوار. يعني انا كان عن نفس مشكلة. فانا كانت مشكلتي اللي الزيارات بتاعتي او بتتحول من الموقع ده. موقع ده زي انتو ما شايفين عليه اهو اعلانات جوجل زي انتو ما شايفين. وموقع اختصار الروابط رافت حاجة زي كده. ما ينفعش تجيب زبارك من موقع عليه اعلانات جوجل اللي هي الاعلانات دي. فبناء انا عليه بطلت اشتغل على الموقع ده. وبقيت احط الروابط بتاعتي كلها على من غير اي اعلانات او في اول تعليق او في الوصف بتاع الفيديو. فعلشان كده هما كانسلوا الدفعة بتاعي. وكده كده احنا مع بعض لو الدفعة دي ما وصلتش. او الحالة بتاعتها تم الغاءها او ايا كان السبب. في ايه? هبقى مع بعضينا وهنزل لكم فيديو تاني. فحتى الان اللي الموقع شغاله. واللي لسه بيشتغل عليه يشتغل. بس احنا طبعا عارفين اللي الموقع ده بيأخر في الدفعة. يعني ممكن تعد اسبوع لعشرة ايام لغاية لما فلوسك توصل. فبس وده كيف فيديو بتاع النهاردة. فقرد تعمل لايك وتشترك في القرآن.